ما حكم بيع واقتناء بعض الصور المجسمة كالتي تسمى العرائس للأطفال وتباع في الأسواق هل هذا جائز أم محرم؟ أولا اقتناء الصور عموما سواء كانت مجسمة أو مرسومة باليد أو فوتغرافية ما يوخذ بالآلة هذه حرام لا يجوز اقتناؤها ويبقاؤها في البيوت نعم ما عدا الصور التي تتخذ للحاجة والضرورة كالصور في الجواز والتابعية ورخصة القيادة لأن هذه أصبحت أشياء ملزمة للناس فهي حاجة ضرورية نعم ما عدا هذا مما يتخذ للتزيين المنزل به أو للتذكار كما يزعمون فهذا لا يجوز حرام ويأثم فاعله إثما عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب أما بالنسبة للوعب الأطفال فقد رخص أهل العلم بترك الصور التي على هيئة لعب للأطفال خاصة وورد الدليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عائشة وهي صغيرة طفلة رأى مع شيئا من هذه الصور وتركه فلعب الأطفال يسمح أو يتسامح بها إذا كانت للأطفال خاصة على أن الصور التي وردت في الحديث لا يتبين أو يتحقق أنها على نمط الصور الموجودة الآن نعم إنما قد تكون صور مركبة من أعواد أو ما أشبه ذلك مما كان معروفا في ذاك الوقت وإلى وقت قريب معروفا لعب الأطفال أنهم مركبون أعوادا أو عظاما ويجعلون عليها شيء من الخرق على شكل أو يقارب مثلا شكل اللباس اللباس لتمرن عليها الأطفال ولأيضا لتسليتهم وليس فيها محذور أما هذه الصور الموجودة الآن التي كأنها تحاكي الأجسام بألوانها وأشكالها هذه الذي ينبغي أن تتلف وأن لا تبقى حتى ولا مع الأطفال وإنما اتخذ الأطفال صورا مما ذكرنا صور التي يركبونها هم من الأعواد أو ما أشبه ذلك نعم إنما هناك من يبيح تناول مثل هذه الأشياء أو اللهو بها خاصة للأطفال نعم من العلماء من يرى أن تبقى الصور مع الأطفال لأجل اللعب بها أنه لا بأس به ولا نخص فيه أما أن تقتنى في البيوت وتجعل في البيوت للزينة أو للتذكار أو ما أشبه ذلك فهذا حرام يجمع المسلمين خصوصا الصور التي على شكل تماثيل نعم هناك شيء آخر الذي هو مثل بعض الحيوانات أو الطيور بعد أن تموت ربما تحشى جلودها بما يشبه جسمها وهي حية وتبقى كشكلها وهي حية وتوضع في البيوت للزينة هل تأخذ هذه حكم الصور أو؟ تأخذ حكم الصور لأنها من العبث ولأنها وسيلة أيضاء وسيلة إلى التوسع في هذا الأمر وأن تتخذ الصور المجسمة على إذا فتح هذا الباب نعم أو أيضا حتى ولو كانت طيور محنطة أو تحنيط حيوانات محنطة لا ينبغي هذا لأن هذا من العبث ولا مصلحة فيه ولأنه فتح باب لاتخاذ التماثيل نعم 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 شكرا